السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقق أستاذ برايمونير لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه رجعون وفاة القائم بأعمال المنشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لأستاذ برايمونير النهاردة الصبح في لندن ربنا أرحمه ويتقبله من الصالحين ويغفر له ويتقبل منه صبره وجهاده وغربته أتحمله للأذى الحقيقة في السنوات الطويلة اللي عاشها ويصبر أهله ويصبر حبيبه ويهيئ لجماعة الإخوان المسلمين يعني أمر رشد بعد رحيل هذا الرجل تعرفت عليه الكام سنة اللي جيتهم بريطانيا الأربع سنين اللي فاتوا والله يعني ما وجدته إلا رجل ودود جدا مهذب جدا هادئ جدا على عكس كل اللي كان بيتقال عنه يعني وعلى عكس كل اللي حتى كنت بسمعه عنه السنوات اللي قبلها رجل بيحاول أنه يلم الشام لراجل ما يعني عرفت عنه أنه لا حرد ولا على عنف ولا على حمل سلاح ولا أي شيء من الكلام اللي كان بيقال عنه يعني وتحمل أذى شديد الحقيقة في السنوات الأخيرة من الطرفين من ذوي القربة من الناس القريبة منه داخل الجماعة بعض الناس وأيضا من النظام المصري أو الأنظمة بتاعة الثورة المضادة فرحمة الله على الأستاذ إبراهيم مونير نائب المرشد لعمل جماعة الإخوان المسلمين والقائم بالأعمال أعلنت وفاته صباح اليوم في بريطانيا لكن الحقيقة الأستاذ إبراهيم مبارح بالليل كان حضر اجتماع مهم جدا ويمكن ده كان الساعات الأخيرة في حياة الأستاذ إبراهيم مونير رحمة الله عليه في الاجتماع ده كان فيه نقاشات يعني حول أمور كثيرة تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومواقفها من أمور مختلفة يعني فكان اجتماع طبعا بالتليفونات يعني فهو بدأ يتعب في آخر الاجتماع وطلب أنه يعني خلاص أنا مش قادر يا جماعة أكمل كان بيشعر يعني بألم شديد في الرأس كان عنده صداع جامد جدا وقال للناس أن أنا لأ مش هقدر أقوم يعني أكمل معك وخلاص أنا بعتذر وخلوني أقوم يعني فهو آيم كان سئل سؤال وده مهم جدا يعني ده تعتبر الوصية الأخيرة أو التوصية الأخيرة للقائم بعمل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم مونير رحمة الله عليه سئل في هذا الاجتماع أستاذ إبراهيم إيه موقفنا موقف جماعة الإخوان المسلمين من مظاهرات 11 11 في مصر فأعلن الموقف لجماعة الإخوان المسلمين وأوصاهم قال نصا كده ثلاث كلمات تعاملوا معها بإيجابية يتعاملوا مع الموضوع بإيجابية يا جماعة تعامل بإيجابية ده يبقى عامل إزاي؟ ده اللي هنشوفه الأيام الجاية لكن دي الوصية الأخيرة قبل ساعات من رحيل الأستاذ إبراهيم مونير إنه أوصى جماعة الإخوان المسلمين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين أن يتعاملوا مع التظاهرات 11 11 بإيجابية دعم بقى نزول أنا الحقيقة معرفش التفسير الجملة دي الناس اللي كانت موجودة في الاجتماع هي اللي يعني تفسر القرار لكن الوصية الأخيرة بعدها واعتذر عن الاجتماع بعد الكلمة دي دي كانت آخر كلمة قالها للأستاذ إبراهيم في الاجتماع وقال تعاملوا معها بإيجابية وخرج من الاجتماع اعتذر بعدها بساعة تقريبا بالتصلوا بيه كانش بيرد بعدها بدأوا يتصلوا بيه كانش بيرد ثم يعني عالموا بوفاة الأستاذ إبراهيم مونير بعدها بساعات قليلة فالحياة الراجل رحمة الله عليه وصيته لجماعة الإخوان المسلمين انتوا جماعة عملوا مع 11-11 بإيجابية دي كانت الساعة الأخيرة ودي كانت الوصية الأخيرة للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن مظاهرات 11-11 أتمنى أن يعمل الجميع بوصية الرجل أتمنى أن الناس تأخذ الوصية على محمل الجد جماعة الإخوان تتعامل مع 11-11 بإيجابية والحياة أنا يعني آسف أن أقول الكلام ده لكن أتمنى أن الناس تتعامل مع وفاة الرجل بإيجابية يعني دعوا الخلاف ودعوا الشقاق ودعوا المشاكل تعاملوا مع جماعة الإخوان تعاملوا مع مصر تعاملوا مع الوطن بإيجابية ولتكن وصية الرجل يعني هي عنوان المرحلة تعاملوا معها بإيجابية أي أن كانت معها دي مظاهرات 11 11 هي جماعة الإخوان المسلمين هو الوطن هو أي حاجة اتعاملوا مع الأمور بإيجابية يا جماعة دي وصية الرجل ودي الكلمة الأخيرة اللي قالها في آخر اجتماع في آخر ساعة حضرها داخل جماعة الإخوان المسلمين فيعني احتراما لحياة الرجل وتقديرا لعطاء الرجل وجهاده وأيضا وفاءا له بعد وفاته تعاملوا معه الأمر بإيجابية هكذا قالها ابراهيم مونير قبل وفاته بساعات قليلة رحمة الله على الأستاذ ابراهيم مونير مرة تانية زي ما بدأت بختم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق ابراهيم مونير لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه رجعون